هنا يمر خامس العالم ومالك السلاسيات الحقيقة الأهل خامس العالم والإنجازات اللي بيعملها على الصعيد الكروي خلت الزميل خالد طلعت في قناة الام بي سي يستعرض الأندية الصادر ترتيبها في الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء حسب النتائج الحالية والآنية الأهل خامس العالم نشوف خالد طلعت صنيف أندية العالم ممكن صدر مبارح من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وكان مفاجأة أن النادي الأهلي تقدم من المركز السادس للمركز الخامس على مستوى العالم أول مرة في تاريخ الأندية المصرية يبقى نادي متواجد ضمن أفضل خمس الفرق لا بص الأهلي متواجد ضمن مين؟ سيتي، مدريد، ميلان، بورتو مظبوط يعني أندية تقيلة جدا بورتو ده بطل أوروبا ده خلي بالك طبعا طبعا لكن من عرف فيه رابح ماجر صح منشاستر سيتي هو في الصدارة بعدين ريال مدريد طبعا أكبر ناديين في أوروبا ثم ينتر ميلان ثالث بورتو الرابع النادي الأهلي في المركز الخامس والأهم من كده بقى أستاذ مهي بص النقاط لتصنيف يعني النادي الأهلي 288 ونص نقطة اللي قابليه بورتو 29 يعني نص نقطة فقط ما بين الأهلي وما بين بورتو صحب المركز الرابع واللي قابليهم التالث انتر ميلان 254 نقطة برضو ومش بعيد يعني النادي الأهلي ممكن خلال شهر نتاج استمرت بشكل جيد ممكن نجد النادي الأهلي في المركز الثالث على مستوى العالم إن شاء الله فض据ا نجاز كده نFA في النتاج Bell تمام يبقى الاهلي الخامس على مستوى العالم اشترك مستوى نشوف تصنيف أندية أفريقيا في نفس التصنيف اللي صدر مبارح النادي الأهلي زي ما قلنا الخامس هو طبعا أفضل نادي أفريقي طبعا المركز 37 وداد المغربي المركز الثاني أفريقيا المركز الثالث أفريقيا برامدز المركز الرابع أفريقيا نينج أفريكانز التنزاني المتواجد مع النادي الأهلي في مجموعته في دوري الأبطال مركز ستين عالميا ثم ساندونز في المركز الخامس ومتواجد في المركز خمسة وستين على مستوى العالم دول أفضل خمس أندية أفريقية في التصنيف مر الزمالك رقم كان؟ الزمالك موجود معي هو المركز زمالك 94 على مستوى العالم يعني الزمالك لا على مستوى أفريقيا على مستوى أفريقا التامن تامن؟ يعني طبعا قيمة هذا التصنيف أنه مبني على نقاط تركومية ولكن ما هوش حاجة رسمي أوي زي ما احنا قلنا قبل كده عن الانتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ده مش تابع الفيفا ولكنه هو مش رسمي ويعني زي هو قطاع خاص لكن احنا بناخد الجزء اللي يعنينا أنه استند هنا إلى النقاط التركومية لأنه نفس التحاد ده قبل كده ما خادش بالمعيار ده بالنقاط هو ابتدى يستقر على أنه المعيار السليم هو النقاط ورتب الدنيا على هذا كلام لكن أنت بكل المعيير بتكتشف تروح بالمعيار ده تروح بالمعيار ده تروح بالمعيار ده لا لي تصدر الدول الأفريقية اللي قال لي ضمن الأفضل العالمية وده اللي يعنينا سواء الجهة بقى جهة رسمية أو جهة بتكتهد بشكل خاص طيب كنا فاكرين أنه نجيب محفوظ أديب نوبل هو بس ملك السلاسيات وأنه صاحب السلاسية التاريخية لكن اتضح أنه لا ده مارسل كولر كمان يقدر ينافس بالسلاسية لأنه تقريبا مدرب تسيير السلاسية في أقدامه حيث ما ذهب أو حل يكسب بالتلاتة واضح أنه هي شهوة عنده مختلفة شوية خالت طلعت رصادها في المسار التدريبي لمارسل كولر مع أكتر من نادي بيدربه اعتاد على السلاسية نشوف بعد كده الأحصائي اللي بعديها مارسل كولر تكلمنا أنه هو ملك السلاسيات مع النادي الأهلي وعمل مع النادي الأهلي حتى الآن 17 فوز بالتلاتة أنا جبت نتاج مارسل كولر من ساعة ما بدأ التدريب جبت كل نتاج اللي هو ده كل الفرع اللي ادربها وكل المطشاط كل نتاج المطشاط وبدأ تبحث فيها لقيت أن مارسل كولر عنده فعلا هوية الفوز بالسلاسية مع كل الفرع مش مع النادي الأهلي بس يعني جبت تاريخه كله مع سانتي جالين السويسري بدأ أصلاً من 99 ل2001 كسب 16 مباراة بثلاتة بعد كده مع جرس هوبرز السويسري 2002 و2003 كسب 8 مرات بثلاثية مع بوخهم الألماني من 2005 إلى 2009 كسب 13 مباراة بثلاثة سواء 30 أو 3132 مع منتخب النمسا من 2011 إلى 2017 كسب 6 مباراة بثلاثية مع نادي بازل السويسري من 2018 إلى 2020 كسب 24 مباراة بنتيجة ثلاثة ثم مع النادي الأهلي 2022-2023 كسب 17 مباراة بثلاثية يعني لسه قدامه فرصة يكسر رقم بازل آه هو إجمالاً كده عامل 85 فوز يعني فيه فوز كمان مع كل الألماني إجمالاً 85 فوز بتلت أهداف لمارس الكولر دي النتيجة اللي هو بيعشقها ونتيجة الاختار لمارس الكولر آه فطبعاً دي حاجة كبيرة يعني ظاهرة إجابية جداً ماشي يعني أنا أعقد العساء دي من باب الطرافة أن الراجل ده هو ما بيجيبش لجوان لكن بيهيأ الفرق اللي بيلعبها أنه تبقى بتلعب بفكرة هجومة واضح أي أن كل الفرق اللي بيلعبها بيلعبها بفكر وتنظيم هجومة بيؤدي إلى تحقيق يعني لجاع هجومة لكن لما تيجي تشوف أن النادي الأهلي وتاني فريق يحقق عدد السلسيات لم يسبقوا إلا بازل بس بازل حقق السلسية من 18 ل20 في سنتين في سنتين الأهلي عمل 24 سلسية في سنتين في سنتين الأهلي في سنة واحدة عمل 17 فالأهلي مرشح بإذن الله أنه يقدر يتجاز الضراء ده أنا خدت بالي المطش اللي فات خالد المترجم خالد الجوادي بيقول له بيقول له أنا حتى قلت له ما نغير بقى السلسية فواضح أنه هو كمان شغوب بحدة السوراقم 3 يا جماعة فيها تأكيد جدارة أنك أي ممكن تكون بتلعب قليل وتبقى محظوظ في المباراة تخطف هدف وتكسب واحد صفر واثنين صفر يعني فيها شوية من إثبات التفوق بس اللي بيكسب تلاتة تقريبا بدأ يأكد جدارته وأحقيته بالفوز عشان كده مونس عادل أشار أنه هذه الطرفة لو فيها دلالة فهي تؤكد أن الراجل عنده فكر هجومي وإسلوب لعب بيحقق له هذا التفوق وإحراز الأهل تلاقي بيسجل تلاتة لكن بيضيع مثلا سبع تامن فرص حقيقية فأتمنى أن الفترة الجاية لا نطلع من الخارط السلسية ويبقى كولر مع الأهل إن شاء الله ملك الربعيات زي ما تقال له ربعيات الخيام إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر